قلنا له لشاب شامي شو فيك تحكي لنا عن الشام والإشوام قام قلنا غصر وشك لأنك ما بتعرف مين ببوسه وكنس بيتك لأنك ما بتعرف مين بدوسه جارك أخاك إذا ما شاف وشك بشوف أفاك قلنا له طيب وغيره قال بتدور علينا بتلاقينا بالصالحية وبالحميدية وباب تومة يوم الجمعة بعد الصلاة ويوم الأحد بعد قداس الكنيسة وزا ضيعتنا بتلاقينا متجمعين ببلودان والزبداني بمورة وأبو وحيد تعرفنا من وجوهنا المتواضع يلي كنا أكابرية أنا من بلد كل شي بيصير فيه بيستاهل يكون خبرية ودت القطة فتحت الفلة نزلت العوجة فتح زهر نيسان أنا من بلد لك حتح بال الغسيل في بتحكي قصص ولقاطات الغسيل بتنقل رسائل الغرام ونشر الغسيل يلو أصوله مشان ما يقولوا على الستة شرنة أوعفشة بيت الجيران أول باب بيندق لما بيخلص الخبز من عنا على غفلة أو لما ما يلتقى عنا ليمونة الجيران مصدر قالب البوز بالصيف لما بيجلوا ديوب فجأة والبيت ما في بوز بيت الجيران أول بيت بنزوره بالعيد والبيت يلي بتحمل والدلتنا هو تندق على سقاطه ونهرب ومنرش عتبته بالمي لما مندير الخرطوم لنرش الحارة بالصيف وهو نفسه البيت يلي بنوقف قدامه لنوصله سكبة اليوم كل مغرب برمضان بالشام ما في قطة جوعانة وكلاب الشوارع شبعانة وبكل أرض الديار في بحرة ونافورة وفلة ودالية وكبادة ونارنجة وياسمينة عراتلية عنا بالشام تحت هداك البيت طابق ملوخية وهذا البيت عبيقلي بيت نجان وريحة الخيار يعني سلطة والسمك شرح حالو لحالو ودبح البطيخة افضيحة وبتوصل ريحتها لآخر الدنيا الأمر بصيف الشام يعني سيران وكل عرس يعني تلبيسة وكتب الكتاب يعني ملبس لما بيندأ باب بيتنا منتحذر بين بعضنا ومنقول يا ترى مين إجانا؟ هاي نقرة الجارة سريعة وقصيرة لك لا هاي دقت عمتي ناعمة وخفيفة ولا خطط ابني الجيران بيبوص صباته على الباب أكيد هاي خشخشت المفاتيح وباب عبينادي يالله ليتغطوا النسوان أنا من بلد الأساور الرفيعة والمبرومة والحية أنا من بلد كاسات الليمون الجامد والتمر الهندي والكازوزة الأورانج والكولا والأمر الدين أنا من بلد الفول المقلة والمدمس موسم الفول بكل أيام الجمعة والتسقية والسوسها أفطار رمضان وبكل مطبخ في أطرميز مكدوس والتنكت جبنة والنملية ببلدي بأيام الشتاء ويا عيني على أيامها وعلى الصوبية ولهبها وهو عم يأمر الخبزات ويشوي الكستنا وكاست الشاي عم تنتقل من إيد لإيد بجلسة فيها طنة ورنة بالشام الغيرة بتشعل فينا لك مو بس إذا حدا تطلع أو لطتش إختنا كل بنات الحارة إخواتنا والنخوة بتشعل بروس رجالنا وشبابنا للقريبة والغريبة اللنالو يا ترى وين هديك الأيام يا ترى رح ترجع المحبة والوئام يا ترى رح ترجع الغوطة وريحتها الندية أنا متأكدة لو إننا صرنا إيد وحدة رح نعمرها لسوريا ونساوية جنة الله على الأرض هي صحيح مكتوبة للشام وأهل الشام بس لا تنسوا إنه الشام يعني كل سوريا وكل زاروبة بكل قريفية سويدة وحمص وحلب واللادقية وطرطوس والحسكة والدير وإذلب ودرعة وحمار كل هدول اسمون الشام يا عيني عليك يا شام أجمل تحياتي وأمياتي للشام وأهلك وكمان لكن مين حب الشام وأهل الشام نحن منحب يلي بحبنا ومنظل نحب يلي ما بحبنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر